اشتركوا في القناة 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 من الأحسن للبريديتر للكائل المفترس يعني اللي موجود في الفوديويب دي إنه هو يكون عنده البريديتر أصلاً ما يلوم بالديكمبوزر بالعكس اللي بتحلل جسمه في الآخر إنه يكون عنده يعني لأحسن للبريديتر إنه يبقى عنده نوع واحد من الفرائس يبقى عن غالط طب يفرض النوع ده اختفى النوع ده مات النوع ده ماشي من مكانه هيموت هو لا سنله بقى إنه يكون عنده أحسن يبقى عنده أكتر من نوع بحيث إنه لو واحد فيه اختفى انقرض ماشي مات أي حاجة يبقى عنده نوع تاني يقدر أنه يقر فده الأحسن طبعاً للبريديتر إن يكون عندها أكتر من نوع أي زيادة أو نقطان في عدد الأورجانزم اللي من نفس النوع ده بيعرف باسم إيه ده اسمه والإيكو سيستم ولا أدابتيشن ولا كلايمت تشينج ولا بوبوليشن تشينج بوبوليشن تشينج طبعاً لإن إحنا قلنا أي تغيير في عدد الكائنات الحية اللي موجودة في مكان بيبقى اسمها بوبوليشن تشينج يعني تغير في التعداد بتاع الكائنات الحية دي بيعيبقى اسمها بوبوليشن تشينج اللي بنا من الحتة دي لو الكلامت تشينج بقى مناسب يعني تأثير حلو أو تغيير حلو في الإيكو سيستم البوبيوليشن بقى عدد الكائنات الحياة اللي موجودة ولا نوت بيأفكتد ولا انكريزيس ولا ديكريزيس طبعا العدد هيزيد الكلامت تشينج بقى للأحسن بقى للأفضل فالكائنات هتلاقي فرصة أحسن إنها يتعيش في عددهم إيه في عددهم هيزيد السيبرز بتبني النستس بتاعتها فين على سطح المية طبعا لا طبعا غلط مش في العمق بتاعة البحار هي بتبني العش بتاعها في القمة بتاعت المحاضرات الجبلية دي بتبني العش بتاعها عليها عشان ترقب بقى أي سمكة أو أي حاجة في المية عشان تروح تستطع طيب نيجي لكوتشن نمبر ناين يعني كل الجمل دي صحيحة معادة طيب معادة إن هو السمول فيش بيعرف يأكل السيبرز طبعا غلط هي أول جملة عندنا كده هي اللي غلط نا بتاعنا شفه الجمل التاني شارك كان ايت سمول فيش أو ممكن الشارك يأكل سمول فيش سيبرد كان نوت ايت شاركس طبعا السيبرد مش هتعرف تاكل الشاركس السمول فيش كان نوت ايت سيبرد طبعا السمول فيش مش هي اللي بتاكل السيبرد يبقى الجملة الوحيدة الصح إن السمول فيش كان ايت سيبرد الغلط قصدي يعني السمول فيش كان ايت سيبرد كل البقين صح طيب نمبر تن يعني المكان المناسب للمايكرو ايجانيزمز إن هم يعيشوا بيحب يعيشوا فين يعني المايكرو ايجانيزمز دي هتحب تعيش في الهوت ووتر ولا الورم ووتر ولا كولد ووتر ولا بويلد ووتر لا طبعا بتحب تعيش في الكولد ووتر في المياه الابردة بتحب تقيش فيها الميكرو أورجنزم ولو الميا بقت ورب بتضطر تروح لأماكن تانية وتنتقل لأماكن تاني طيب نيجي لترور فولس نمبر وان دي اللي كنت تبقوا لها في الشرح بقى نخلي بنا منها إن بعض الفرائص بتبقى برضو لأنيمل تاني زي ما قلنا السنيك السنيك ده كائن مفترس للموس وبيبقى بري للفوكس يبقى ممكن أن البريدتور يبقى بري لكائن تاني طبعا صح طيب نمبر 2 الشمس بتنتج انرجي بتستخدمها الديكمبوزر عشان يعملوا أكلهم طبعا غلط بتعمل الانرجي لمن؟ بتعمل الانرجي للبروديوسر مش للديكمبوزر تمام السؤال اللي بعد نمبر 3 يعني الفوديد شين بتتكون من بروديوسر بس ما هي فين اللي تشين كده ده كائن واحد شين دي لازم أكتر من كائن بيأكلوا بعض فما ينفعش بروديوسر طيب نمبر 4 energy transfers when a prey gives energy to the predator which feeds on it الانرجي الانرجي حصلها transferring هتنتقل لما البي بيدي الانرجي بتاعته للPredator اللي بتغزى عليه طبعا صح يبقى لما البي بيدي الانرجي بتاعته للPredator معنى كده انه حصل نمبر 5 a desert food a desert food chain doesn't contain any type of fish or sharks يعني الفود تشين اللي في الدزرت ما فيهاش اي فش اي و اي sharks طبعا صح ما هي في الدزرت هيجيلها الفش وال sharks منين الفش وال sharks بيبقوا في المارين فود ويبس طيب نمبر 6 if the climate change is unsuitable لو التغيير بتاع المناخ بقى غير مناسب the population of a species will decrease أيوة طبعا صح لو التغيير مش مناسب فالكائنات الحية عددها هيقل لانها هتبقى فيه مشكلة في المكان اللي هي عايزة تعيش فيه او في المناخ اللي بتحب تعيش فيه طيب نمبر 7 in an ecosystem all consumers depend on other living organisms for survival في الايكو سيستم كل الكائنات الحية كل living organisms depend on one another بتعتمد على بعضها ان هي تعيش وان هي تاكل وتاخد الانرجي بتاعتها طبعا صح نمبر 8 sea birds eat small fish that swim near the water surface the sea birds بتاكل الفش اللي بتعوم على قريب من ال water surface من سطح البحر أيوة هي بتبقى زي ما قلت لكم كده بتبقى عادة على mountain cliffs تلاحظ اي سمك ما عدي تقوم جاية ايه تختص وتقيه وتجيب السمك ده طيب نمبر 9 micro organisms are producers that small fish feed on to get energy micro organisms بعتبرها في الفوديد شين دي producers اللي فيها الكائنات اللي هي small fish يعني بتتغزى عليها أيوة طبعا صح الميكرو organisms في الفوديد شين دي كان أو في الفوديد شين دي كان من الproducers اللي اللي small fish بتغزى عليها طيب عندنا رأي the scientific term نمبر 1 they are consumers which feed on secondary consumers من هما الconsumers اللي بتتغزى علي secondary consumers طبعا هما tertiary consumers el consumer ال تلت tertiary consumers تمام number 2 they are living organisms that include bacteria and fungi which return energy back to the soil the living organisms اللي فيها بكتيريا وفيها fungi اللي بيخلوا the nutrients return back to the soil بترجع يعني the nutrients back طبعا دول مين دول the decomposers أو الكائنات المحللة هي اللي بترجع the energy back to the ecosystem طيب number 3 it transfers between animals in a food web to help them to do their activities and survive ايه الحاجة اللي بتنتقل بين الكائنات في الفود وب ايه الحاجة اللي بتنتقل هي ال energy ارجع هي اللي بتنتقل بين الكائنات الحية عشان تساعدهم ايه to grow and survive يبقى ال energy number 4 it is the number of organisms of one type of species living in an area عدد بقى الكائنات الحية اللي من نفس النوع اللي عايشين في مكان واحد قلنا طبعا دول اللي اسمهم ال population التعداد بتاع الكائنات الحية في مكان واحد population number 5 any increase or decrease in the number of organisms اي تغيير بقى زيادة او نقصان في عدد الارجنزم ده اللي اسمه population change ده تغيير الايه ال population population change number 6 flying living organisms that build their nests on the top of a mountain أو of mountain cliffs and dive deeply into the sea to eat مين هم الكائنات الحية اللي بتطير وبتبني العش بتاعها جنب عند المountain cliffs عشان تقدر ان هي ايه تصطاد الاسماك اللي موجودة في المياه طبعا دول مين دول sea birds دول طائر البحر number 7 they are organisms that are too small for people to see with only their eyes الorganisms ان انا ما بقدرش اشوفها او صغيرة او ان انا شوفها بعنايا طبعا دول اسمهم ايه micro organisms micro organisms تمام يبقى الكائنات الدقيقة طبعا ما بشوفهاش بعنايا طب بشوفها ازاي بشوفها تحت المايكروسكوب مش بنشوفها بعنين طيب نيجي نستقل لبعده complete the following sentences using these words هنكمل بقى الجمل بالكلمات دي number one when sea water becomes warm لما مية البحر تبقى دافية the number of micro organisms will عدد الكائنات الحية هيحصلنها ايه لما المية تبقى دافية عايزيت ولا يقل لأ طبعا عددهم بيقل ليه لان المايكرو بتحب المية السقعة يبش المية دافية in water while in cold water تب لو المية بقى سقعة هي العدد بتاعهم ما يحصل له ايه the number will the number will increase يبقى لو في cold water the number increases إنما في warm water the number decrease طيب number two micro organisms float on water surface as they need sunlight to make what المايكرو ارجانزم لازم تحصل تعمل floating تطفو على سطح المية عشان هم بيحتاجوا sunlight to make what عشان to make photosynthesis process عشان يعملوا عملية ايه البناء الضوء because they are considered the what in the marine food عشان أنا باعتبرهم ايه بتوع الفودويب دي هما الكائنات الايه طبعا هما باعتبرهم producers الكائنات المنتجة عشان they are considered the producers of the in the marine food الكائنات الحية في نفس المكان number four the energy is recycled back to the environment with the help of what الانرجي هترجع تاني للإيكوسيستم أو للإنفيرومنت عن طريق مين طبعا من اللي مرجع الانرجي تاني هما it decomposes طيب نيجي الى question number five complete the following sentences number one predators of living organisms may be what for other living organisms يعني الpredators الكائنات المفترسة اللي بتاكل كائنات معينة ممكن تبقى ايه لكائنات تانية maybe praise ممكن تبقى فرائص للكائنات التانية number two secondary consumers feed on what consumer السكندري تتغزى على مين السكندري تتغزى على primary our primary consumers number three all energy in all living organisms return back to the environment by the help of what كل الانرجي بتاعت الليبين بترجع تاني بمساعدة مين طبعا بمساعدة decomposers decomposers هي اللي بتساعد الليبين organisms انها ترجع الانرجي back to the ecosystem number four a predator gets what from the prey which feeds on الpredator بتجيب امن الprey بتاخد امن الprey طبعا gets energy بتاخد الانرجي بتاعته number five if the climate change is suitable لو التغيير مناسب تغيير المناخ مناسب the population will طبعا the population will increase لو التغيير مناسب فالpopulation of the species هيعدد وهيزيد number six small fish small fish feed on what that float on the surface of the sea اللي small fish هتتغزى على ايه تتغزى على الميكرو organisms على الكائنات الدقيقة اللي floating on the surface of the sea اللي بتطفو على سطح الايه سطح البحر طيب سؤال number six give reasons for change in the population of one species affects the populations of other species ده اللي احنا علمنا عليه في الشرح لما كنا بنقول لو حصل تغيير في one species هيأثر على بقية الكائنات التانية هنقول because all species depend on each other species depend on each other to survive عشان كلهم بيعتمدوا على بعض ان هم يعيشوا فعشان كده لو واحد اتأثر او واحد اتغير البقائين هيتأثروا بالتغيير ده طيب كتشان البعد what happens if the climate change is unsuitable for a population of one type of species لو climate change لو تغيير المناخ ده مش مناسب بقى للعداد بتاعت الكائنات الحية هنقول كده the number of population decreases here هممكن لو اعطول the population of this species decrease the population of this species decrease عدد بقى للكائنات الموجودة دي عددها هيقل number two the sea water becomes warm ايه لا يحصل لمواية البحر بتبقى دافية يحصل ايه بالنسبة طبعا لمين من العيش في المياه الدافية بيحب المياه الدافية الميكرو هنقول كده ان الميكرو ارجانيزم will move to a cooler place هتنتقل بقى الميكرو ارجانيزم دي لمكان تاني ادفة او to a cooler water بتنتقل المياه تانية ابرد يعني لانها بتحبش المياه الورم ما تحبش المياه الدافية ايه تمام نيجي للصفحة اللي بعدها study the following figures then put true or force هنبص على الرسمات دي على الاشكال دي ونحط true or force طيب عندي صورة فيها اسد و ايجل فيها لاين وفيها ايجل وفيها اه شارك وفيها مياه وفيها اه لاند عندي الصورة التانية فيها دير وفيها رابط وفيها ماوس وفيها اشجار التالتة فيها شجر بس طيب بتاعنا شوفي الاسئل بيقول لي all living organisms in figure A اللي هو ده وfigure B ودول can make their own food by food census process كل اللي موجودين في A و B بيعرفوا يعملوا their own food يعني كلهم producers طبعا غلط عشان انا عندي فيه منهم consumers عادي جدا number two some marine organisms are present in figure B في figure B في marine organisms يعني كائنات بحرية طبعا غلط ما فياش خالص ده كلهم land organisms كلهم عايشين على الارض number three top predators are found only in figure A top predators موجودين بس في figure A ايوة صح كل اللي موجودين في figure A shark و hawk مثلا او eagle او او lion كل دول بعتبرهم طبعا top predators يعني المفترسين اللي موجودين في top of the chain number four all animals in figure A can find a prey in figure B كل الانيميل اللي موجودين في figure A ممكن يلاقوا prey يلاقوا كائن او فريسة في figure B معادة طبعا الشارك ايوان طبعا صح يعني lion والإيجل هيلقوا فرائس هنا اه هيلقوا بس الشارك هيلقي لأ دول ماشي عايشين في البحر وهم بيأكلش الى الحاجات اللي عايشة في البحر طب number five to form a food chain عشان نعمل food chain طب لو انا عايز اعمل food chain بقى ممكن ارتب الترتيب ازاي احط C الاول وبعد كده احط B وبعد كده احط A او صح لان C ده producers وB primary consumer وفي الاخر خالص top predator هنا figure A يبقى الاجابة صح طيب نجي للسؤال بعده عندي برضو اتنين دياجرامهم وهنحط true or false في المكان الصح فهنا عندي اول واحد طبعا ده food chain فيها micro organism و small fish والتاني فيها food web فيها algae فيها small fish وفيه وفيه shark طيب نشوف الاسئلة number one post diagrams A and B show two food webs دول اتنين food webs طبعا غلط لا انا عندي هنا A والB A طبعا food chain زي ما قلت وB هو food web بس طيب number two in diagram B الدياجرام التاني both of seabirds and sharks are secondary consumer السي بيرد والشارك هنا بعتبرهم secondary consumer ايوة طبعا صح لانهم اتغزوا على السمول فش اللي هي primary consumer طيب في الدياجرام ايه if small fish are removed هنا لو انا شلت السمول فش خالص the seabirds are negatively affected السي بيرد هتتأثر سلبيا طبعا صح لان السي بيرد هي اصلا اللي بتاكل السمول فش فلو انا شلت السمول فش خالص السي بيرد will negatively affect be affected يعني طيب number four طبعا عشان بس ايه نصغر شوية طيب عشان نشوف الصورة مع الكلام number four there is a food relationship between seabirds and sharks each where each of them can eat the other السي بيرد والشارك في بينهم علاقة غذائية كل واحد فين بياكل التاني طبعا الاجابة غلط ماينفعش خالص number five في الدياجرام B if sharks are removed دلو انا شلت الشارك خالص the seabird population may be decreased السي بيرد عددهم هيقل ده طبعا غلط لو انا شلت الشارك خالص بالعكس السي بيرد عددهم هيزيد لان هم هيلاقوا اكل اكتر عشان الشارك كان بيشاركهم في الاكل انما دلوقتي مش هيشاركهم في الاكل طيب تاني كده خلصنا الاسئلة بتاعت lesson one نستنى ان شاء الله شرح lesson three والاسئلة حال الاسئلة بتاعته برضو ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ولايك في الفيديو واللي عنده اي سؤال سيبهولي في الكومنتين سلام